شضايا البراميل المتفجرة التي تهاوت على ريفي إدلب وحماء ربما لم تستطع أن تعيد مسؤولي ما تسمى حكومة الإنقاذ إلى الواقع الإنساني الذي يعجز الوصف أمامه على وقع القصف غير المسبوق لقوات الأسد وحليفها الروسي على المنطقة وما خلفته من قتل وتشريد أقامت وزارة الأوقاف التابعة لما تسمى بحكومة الإنقاذ وليمة عقب الانتهاء من مؤتمر عقدته بهدف جمع أموال الزكاة في منطقة إدلب صور الوليمة العامرة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تركزت على تزامنها مع ما يصفه نشطة بالكارثة الإنسانية مع حصيلة مرتفعة من الضحايا وعشرات آلاف الفارين إلى العراء أو تحت الأشجار أحد المعلقين عبر فيسبوك باسم خير العلي داود تساءل عن المنطق الذي يحاكم به المشاركين في الوليمة الواقع وكيف أنهم ينشرون صور الطاولة العامرة من أموال زكاة المشردين بلا مأوى حسب رؤيته كما أشار مستخدم يسمى محمد شاكردي إلى الأتاوات التي تفرضها حكومة الإنقاذ على الأهالي مشيرا إلى أنه لم يتبقى سوى الهواء لم تقاسمه الحكومة مع الأهالي الذين يترنحون تحت القصف فيما ذهب حساب آخر على الشبكة الزرقاء فيسبوك باسم محمد الحلبي إلى وصف أعضاء حكومة الإنقاذ بلصوص الجولاني والعصابة واعتبر أنهم يستغلون الدين لمصالحهم الخاصة واعتبر كل من شارك فيها وأصبغ شرعية عليها مثل المشارك في سفك الدماء واستحلال المال وفق اعتقاده وزارة الأوقاف في حكومة الإنقاذ أبلغت أهالي إدلب عبر خطباء الجوامع تشكيلها هيئة خاصة بجمع الزكاة وتصريفها في الوقت الذي ما تزال الطائرات الحربية تفتك بالحياء في ريفي إدلب وحمد